اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية ووجه الرئيس السيسي بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة فضلا عن ترشيد الاستراد وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قطاعات التنمية المختلفة وقد اطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على سير العمل في عدد من المشروعات الانشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الأكاديمية العسكرية بمقار القيادة الاستراتيجية والتصميمات الداخلية والأعمال الفنية لمسجد مصر وما يضمه من قاعات لأسية مدار الترآن الكريم بالإضافة إلى الاطلاع على الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية كما اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية بما في ذلك إنشاء محور دار السلام أعلى نهر النيل بمحافظة سهاج بطول 28 كم فضلا عن مستجدات سلسلة المشروعات التي تهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل وتطوير الأراضي الفضاء على جانبي الطرق والمحاور بالقاهرات الكبرى كما اطلع الرئيس السيسي أيضا على جهود تطوير المطارات في محافظة جنوب سيناء خاصة مطارات شرم الشيخ والطور وسانت كاترين إلى جانب مطار الغردقة فضلا عن تطوير المداخل والطرق والمحاور بمدينة شرم الشيخ وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للمدينة بكافة جوانبها ومكوناتها استعدادا لاستضافتها لقمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر المقبل كوب 27 كما تم كذلك استعرض الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور داخل محيط مجمع استاد القاهرة وربطه بالمحاور الرئيسية في نطاقه الجغرافي